اعتقلت فرنسا بافال ديروف مؤسس منصة تيليجرام وعم تحقق معه باتهامات متعلقة بسائد استخدام المنصة ممكن ينسجن 20 سنة بسبب وظيفة تيليجرام بشو وظيفة تيليجرام؟ كيف جمعت نفس المنصة بين حرية التعبير والترويج للإرهاب؟ ديروف بليونير روسي أسس تيليجرام مع خيو سنة 2013 ترك روسيا بعد ما رفض تسليم الحكومة الروسية داتا المتظاهرين لأوكرانيين سنة 2014 على تطبيق تاني للتواصل كان بيملكه اسمه في كونتاكتي استقر ديروف بدباي وبعد مدة أخذ الجنسية الإماراتية وبعد مدة جنسية فرنسية وفات على لايحة فوربز لأثرياء العالم سنة 2023 بفضل الثروة اللي عملها من تيليجرام اللي بتضم اليوم مليار مستخدم تقريبا ميزة تيليجرام انه تقريبا بلا رقابة وانه انكريبتد يعني الداتا عليه مشفرة بشكل بمنع تسريبة هالشي بيخليه يكون اكتر من مجرد تطبيق للمحادثات اليومية صارت تلجأ لتيليجرام المجموعات المعارضة لانه بعيد عن عيون الحكومات واجهزته حتى انه موقع تيليجرام بعرف عن نفسه كتطبيق لعب دور رئيسي بالتحركات الديمقراطية حول العالم من ايران لروسيا لبيلاروسيا وميانمار وهونج كونج بس هالخاصية نفسه الى وشتانة بيفتح تيليجرام المجال لنشر البروباجاندا والمعلومات المضللة ولتوسيع عالم الدارك ويب بتسهيل عمليات الاحتيال والجرائم الالكترونية وصولا لاستخدامه من قبل تنظيمات مثل داعش المترجم الأمر بشكل مرحبا المترجم الأمر بشيئ ويذهب إلى العالم مجرد هذا العالم الانهاتف ويستطيع الانهاتف انهات كم بيجرام ومترجماته إذا كانوا يجعلون بسرعة مكتباتهم في مقالبات أم اذا كانوا يريدون هذه الوضعية لتليجرام تجعل العيون المفتحة علىه أكثر من التطبيقات الثانية في 2018 مثلاً حضرت روسيا التطبيق لأن ديروف رفض يسلم الحكومة داتا المستخدمين ليس فقط روسيا أمريكا مثلاً حاولت تقن على ديروف أنه يعطيها مدخل سري للوصول للداتا وضغطت عليه أكثر من مرة مش بس روسيا مش بس أمريكا بس كمان شركات تكنولوجية تانية عند قواعدها خاصة وطابة ت Bentوان أمريكا جميع تدخل الوصول بالترابيع مبادئة تدخل نظر بأبداي من تدخل الوصول على جيدة تكتبات صفحة على مستخدمات وليس يجعلنا أن تهاني خصوات للإقياس التطبيقات تحضر من الصور اشتركوا في القناة